السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل ترى هو شخص حقيقي هل ترى هو بالمفرد انتاعه هل ترى هذه المعلومات التي نشرت حول الوفاة انتاعه هل ترى هي صحيحة هل ترى هي فقط مجرد ذر الرمدع للعيون هل ترى هي محاولة تعمرة وغا بمعنى أنه قال هذا الشخص هذا راه رايح يموت افتراضيا في حساب وفيما بعد راه رايح ينتقل إلى حساب آخر أو ربما الناس اخترقوا الحساب انتاعه إلى غير ذلك من المسائل هل ترى وحده هل ترى معه جماعة هل ترى كثير من الأسئلة اللي ربما منكم راه يطرحها حول هذا المدعو محمد الويل كان بعض الأشياء لو كان هو أنه نتطرق لها أنا في البداية رايحين فيما بعد ما تفهموش الموضوع وبالتالي نقلجلها إلى ما بعد حتى باش يكون الكلام انتاعي منهجي نقسم الكلام انتاعي إلى قسمين قسم الأول حول الوفاة انتاعه وحول بعض المعلومات المتعلقة بالحساب انتاعه وكذا وكذا وفيما بعد نتحدث في القسم الثاني حول معرفتي بهذا الشخص وفيما بعد كيفاش صار هو يتحدث في هذا الموضوع انتاع الزواف إلى غير ذلك كم من المسائل كنت أنا العبد الضعيف تحدثت على هذا الشخص عندي عمين كنت انشرت منشور وتحديته قلت له إذا كان كراك راجل تمتلك مثقال ذرة من الرجولة واجهني على العام هذه نخليه التفاصيل تاعها للجزء الثاني الآن نتحدث على الوفاة انتاعه حتى باش الناس ربما يسأل لي يقول لك كيفاش انتا تعرفه وكيفاش كذا وعليش انتا ما تكلمتش عليه لما كان حي وتتكلم عليه الآن هذه مرتبطة بالجزء الأول لأنه كينة جزئية لازمني نحدثكم عليها باش تفهموه فيه واحد من الاخوة يعرفني هو أنا ما نعرفوش هكذا فيما بعد يعني عرفته من قبل ما نعرفوش هو اللي عرفني عرفني عن طريق الفيسبوك طلب الإضافة انتاعي مدة عنده مدة واضح هكذا من خلال المنشورات تاعه من خلال تعالق انتاعه من خلال يعني معروف بالصوت وبالصورة يعني هكذا بين باللي إنسان يعني إنسان متدين وإنسان رجل فاضل هكذا تبقى فيما بعد التوجهات انتاعه والله هذيك لا يسهل عليه المهم يبدو من أنه إنسان رجل فاضل هذا أنا ساعة ساعة حتى نعلق الصفحان تاعه والله العكس يعلق هو الصفحان تاعي والآن أكيد رأيه يسمى فيه انشر صورة انتاع هذا محمد الولي وقال باللي آخر صورة لهذا محمد الولي دون هو أنه يعطي تفاصيل أنا بحكم هو أني نعرف هذا الشخص في الصفحان تاعي قلت أنا لربما رأيه عنده معلومة غالطة نصح حاله قلت له أنا للأخ الكريم هذه الصورة رأي عندي عامين أنا نشرها قل لي باللي أنا هذه الصورة الأخيرة انتاعه لماذا؟ لأنه أنا ما كنتش فاهم سياق الحديث هذاك اللي يتحدث فيه هو كان يقصد بأنه رأيه هذا الشخص رأيه يعرفه وراه هذه آخر صورة شافها لماذا؟ لأنه الصور الجديدة ما عندهوش ربما الآن هو ما رأيه مريض والله ربما رأيه الوجه انتاعه وفسده رأيكم تعرفوا الإنسان لما يكون مصاب بسرطان وبيكذا 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 يفسد الوجه انتاعه إلى غير ذلك كين اللي يطير له شعر كين اللي يضعف كين اللي كذا كين اللي كذا كين اللي كذا كم تعرفوا الناس اللي رأيكم شفتوا المرضى انتاع السرطان وكذا كم تعرفوا فهو اكتب لي قليب لي أنا سيد هذا راني نعرفه قلت أنا ما دم سيد هذا يعرفه ما ننتصل به انتصلت به سلام عليكم الأخ الكريم قلت له أنا إذا كان عندك فيبر والله وسموه نهضر معك نهضر بالصوت ايه قال لي ما فيش مشكلة أعطاني الرقم انتاعه وعدت له الرقم انتاعه وتواصلنا واسألته ولقيت فعلا انه هذا الشخص هو من البلدية انتاعه وهذه يسموها حجج قال لي نعرفه معرفة شخصية وفعلا هذا الرجل راه توفى وراه مجابوه ورند فناه يوم الجمعة بعد الصلاة انتاع الجمعة سألت هنا بعض الأسئلة حول العائلة انتاعه إذا كان عنده والديه إذا كان كذا قال لي باللي راه كان يخدم في الجامعة بعد ما خرج من الجيش كان هو دار الخدمة العسكرية ودخل للجامعة وكان يخدم في الجامعة في قسم من الأقسام هكذا انتاع الجامعة وفيما بعد وفيما بعد لست أدري كان أسئلة فيما بعد بإمكانكم هو أن تطرحوها وأهل البلد انتاعوا وراهم يعرفوه يعني لا يوجد حجرها ستتخبى المهم والناس اللي راهن في الجامعة يعرفوه هل ترى هو تم طرده من العمل هل ترى هو تم توقيفه هل ترى هو خرج بالإرادة انتاعه كان أشياء راه تتضح مع الوقت غير كون وهنية ولماذا تم توقيفه والله لماذا تم طرده أو لماذا تخرجه المهم الشيء اللي حكاى للأخ هذا بطبيعة الحال من منطلق معلوماتك كون هو أنه يعرفو معرفة شخصية كون هو أنه ابن البلد انتاعه قال لي ابني راهو خرج راهو في البداية راح لكندا وفيما بعد راح لفرنسا ومن بعد راح لبريطانيا ومن بعد راح للمنطقة هذه انتاع غلاسكو هذي في اسكتلندا وقعد إلى غاية الوفاة انتاعه هذه المعلومات اللي قال لي عليها إذن الشيء المؤكد من خلال الكلام انتاعه هذا الأخ هذا اللي أنا أثق فيه ولو أني يعني لم ألتقيه ولكن من خلال المتابعة انتاعه للمشورات انتاعه يعني الكلام انتاعه صحيح هذا إذن محمد الوالي توفي ذرك بقاتل الوفاة انتاعه كيفاش هو شيء اللي قال لي هذا الأخ هذا قال لي باللي قالوا لهم باللي راهو كان مريض بالسرطان عنده سرطان في المعدة وراه جاتوا سكتاء قلبية سكتاء قلبية بالتاريخ الفلاني وراه مات النهار التاريخ الفلاني وراهم جابوه في النهار الفلاني ودفنوه قلت له أنا طرحت له أسئلة قلت له يا هل ترى يعني شافوه يا هل ترى قلبوه يا هل ترى قال مثلا طالبوه طالبوه قال مثلا بيتشريح لتعلجوه انتاعه يا هل ترى كيف هذا السيد هذا اللي راهو ذركه هو في الصفحة هذيك يعني ما كانش يعني بادي هكذا من خلال الكلام انتاعه بالعكس كان هو يتحدث فجأة هكذا يعني طبي طبي كالحالي احنا مسلمين نأمنوا بالوفاة ونأمنوا بهذه السكتة القلبي نأمنوا بها ولكن هذا الشخص مطروح عليه علامات استفهام اولا فيما يتعلق بالحساب انتاعه شفت وقريت بعض التعليقات انتاع بعض الاخوة يقول لك كيفاش هذا الشخص قبل ما تعلن الوفاة انتاعه في الصفحة انتاعه راهو وكتب وقال سلام عليكم وفيما بعد عاود سحبها دقحنا الناس اللي راههم يعرفوا الفيسبوك كان بعض الشباب هكذا اللي ربما ما يعرفش كيفاش تدار صفحات هذي ما يعرفش الله غالب من الناس هذو جدد هذو يراهم ذلك التحقوب الانترنت وهذو ذكرهم كارثة كارثة لماذا؟ لانه جاهل ما يعرفش الامر كيفاش راه تمشي ويحكم صفحات هذي تقدر تدير معاك ناس في الصفحة اللي هما ينشروا بمعنى انك قادر تكون انتمكش في الصفحة هما ينشروا هذه ماشي صفحة خاصة كين فرق بين الصفحة الخاصة وصفحة العامة هو راه عنده صفحة خاصة اللي راه الى حد الان راه مغلقة من تاريخ هذك انت سبعة اوت وهذه الصفحة العامة هذه هي ما زالها تنشط صفحة العامة هذه ما زالها تنشط ومن حق الناس هو انه تطرح اسئلة هذا بمعنى انه راه دير معاه ناس JONصدقاء انتاعوا ملقا قارب انتاعوا ناس اللي راه امكانه ثم ممكن راه باسمه هي اصطى صفحة انتاعوا هذا انتاعوا محمد الولي تعوا صفحة انتاعوا ذكره دير معاها الناس والله بامكان هو انه دير معاها الناس المهم انتم باستفهمو بمعنى انه راه امكان..กادر يكونوا محررين فصحة قادر يكون شخصه من قادرين يكونوا خمسة الله أعلم ولكن جائز هو أن يكونوا معه ناس محرارين في الصفحة هذه ربما كان بعض الأخوة اللي لا يعرفوش الفيسبوك ولا يعرفوش الإدارة على الصفحات عندي صفحات ونعرف كيف تدار صفحات بإمكانك أنك تعين الناس معك ويقعدوهما ينشروا قادر يكون واحد في الجزائر كما قادر يكون واحد في الخارج هذه المسألة باشتفهموها إذن بعد ما تأكدنا من الوفاة انتعو وتأكدنا من أنه هذا الصفحة بإمكان هو أنه يكونوا معك ناس يحروا في الصفحة هذه ويكتبوا بمعنى أنه هذه الصفحة تقدر هو أنه تستمر في النهج هذاك اللي كان محسوب عليه هو بأنه هذا محمد الولي راه وقال متخصص لكن هناك قضية مسميها الزواف وراه هو ينشط في هذه القضية دروق كين هناك أسئلة كين بعض الشباب اللي ربما عمره ما قرأ كتاب بتاع تاريخ ما يعرف وش الشي اللي سراء في الجزائر والتاريخ انتاحة الثورات تاحة كثير من الأحداث ما يعرفهاش وللمأساة الجزائرية كين بعض الشباب اللي عمره لا ناقشوا ولا عمره كذا بطبيعة الحال كين اللي هو بيدفع الفوضول هذاك يحب هو يتابع وكيني الناس اللي هما لاني شفتهم واراني نعرف حتى النفسية انتاحهم من خلال المتابعة انتاعي هكذا في الفيسبوك وفي اليوتيوب كذا كيني الناس اللي هما يتبع غل هوشات يتبع غل هوشات هاو يشوف زوج متضاربين مع بعضهم يلا تحلاله هو او القبش كيني الناس هذي خدمتهم الناميمة توصل الهضرة من هذا لهذا هذي خدمتهم ما عندهمش حاجة واحد اخرى هذي الفلاح انتاهم كيني ايضا ناس عندهم خلفيات وعندهم تصفية حسابات تصفية حسابات مع منطقة تصفية حسابات مع اشخاص ويلقاوهما الفرصة يلقاوهما المنفذ على جالباش هما يضربوا هذاك الشخص ولا شخصية او يضربوا هذهك المنطقة هذو ايضا موجودين موجودين هما يدخلوا على الخط مثل ما راهم ويستعاملوا في وحدة البلطة جهة هكذا راكم تعرفوها بدون منظر نذكر في الاسم نتعوه يدخلوه مع الخط يسيروهما يباثلوا في معلومات من اجل تصفية حسابات مع هالشخص هذا محمد الوالي تم استعماله والان هنا نعود نرجع للنقطة اللي حدثكم فيها منذ البداية كان بعض من الناس اللي يقول لك انت الان تتحدث لانه مات علش ما تحدثتش لما كان حي انفهمكم الان كيفاش انا تعرفت على هذا المدعو محمد الوالي ويا هل ترى انا اللي تعرفت عليه والله اللي هو اللي تعرفها لي انا غير ذلك من المسائل واعلاش انا متحدث الان كين بعض من الناس لو كان تحدثت في وقت سابق ما يفهمش الكلام متاعك هذك الكلام انت لازم الوقت على جلبه شو يفهمه في هذا النقطة بالذات هذه انتعت علش تتحدث ذرك الان وهو ميت روحوا ادخلوا للصفحة انتاعي راني ندير لكم الرابط منتاع المنشور هذا اللي انشرته والصورة بالذات اللي الان رامي الدوله فيها انا شرتها الصفحة انتاعي منذ 2016 وكان مباشرة بعد الموضوع اللي اول مرة رامي موجود في اليوتيوب اول مرة يتحدث في الموضوع هذا انتاع الزواف بالصوت وانا الناس رامي يعرفون بالصوت وبالصورة ولما يسمعوا ما كلمة انتاع شوشان ولا رامي يعرفوه بالصوت وبالصورة لما انت تتحدث هي موضوع والناس يعرفوا الاسماء والناس يعرفوا التاريخ انتاهم ويعرفوا الخلفية تنتاعهم ليس لما لما تتحدث فيها باسم ما يعرفوه الناس لا اسمه استعال ولا متخفي وراء الصورة انتع قط مش كيف كيف في هذا المنشور انا قلت له اذا كان كنت راجل فيك ذرة من الرجولة تعال واجهني على المباشر عن المباشر وعلى العام والناس تسمع في نفس الموضوع انتع الزواف باش يعرفوك لماذا لانه اولا انا كان عندي تواصل مع احمد شوشان قبل ما يعرفوه هو وهذا الشخص النهار اللي تصل بيا في ذاك الوقت ما زال ما يعرفش هذا شوشان تصل بيا لما كنا نديره في حوارات اذا انتع واطاني وحتى اعطاني الرقم الهاتف انتعو كي معظم الناس يقولك عليش تتحدث هاجمني وهاجم الاخ انتاعي وانا ما انا ما تبعتوش ولا الله اكتبت له منشور هاكذا وقلت لك انك راجل بام ارواح المباشر نعرفو المستوى الثقافي انتاعك نعرفو الصوت انتاعك نعرفو شخصية انتاعك نعرفو شكنت هو اشي تبقى انتا محاطب الاسلاء وتبقى انتا كأنه لغز هاكذا الناس تحوس اليه ارواح انهم يعرفوني اروامين نعرفون الموقف انتاعي أراني ندعو للمصالحة اراني ندعو للاخوة بين الجزائريين اراني ندعو الوحدة اراني ندعو لاجل باكتك تكون جزائرة الجميع ما عندش انا عداء حتى انا انا عبد الضعيف كانوا يتهموا فيها انا اللول اللي كنت الضحية انتهم كانوا يتهموا فيها وتسجيلات راه مازالها موجودة قابل ما تظهر انت خلاص تسجيلات راه مازالها موجودة الموضوع اللي تحدث فيها انا هو انت على المأساة هذا الموضوع اللي هو كين بعض من الناس يخافوا من الحقيقة لماذا لانه كين منهم اللي هو كان يستعمل في هذا محمد الولي منهم اللي هو متورط في الدماء التالي الجزائريين ويخشى معرفة الحقيقة انا لما كنت نقولوا لك كرجل ارواح ما نقصد فيه هو هو لا يعني لي شيء شكون يعرفوا هو في الجزائر من وقت اش كانوا يعرفون الناس هذا محمد الولي لكن انا كانوا يعرفوني كنت نتحدث كانوا يعرفوني الصحافة يكذب عليكم كاذب واحد ما يعرفني اش كلهم يعرفوني ولكن ما عندهمش شجاعة باش يهدروا علي شخصيات سياسية بدون استهناء كلهم يعرفوني احزاب كلهم يعرفوني ولكن ما يقدروش يقولوا باللي نعرفه هذا الشخص لخطر جاتوا مطياحة شي اللي قدمته انا ميكروفون وكمبيوتر ما قدماتوش القنوات الفضائية هذا اللي ما حبوش يقبلوه قنوات فضائية ما قدماتوش والان حبوه هذك العمل ينسبوه الناس اخرين العبد الضعيف اللي كنت نتحدث في المأساة وتحدثنا مع هذا احمد شوشان في بواضع احنا اللي طرقناها على موقع اليوتيوب قبل ما يظهر هذا المدعوم محمد الولي في المأساة تحدثنا وكنت اعنا نتحدث معه شوشان حتى اذا كان راوه وانساء انا نذكره يجي نهار اللي نذكره وقلت له انا باللي لازمنا نوجه رسائل من خلال هذا الحوار اللي درته انا معه اللي كان عبارة عن شهادة هو وراه شهادة انتاو وكان ديرها كتابة كان نشرها في واحد الموقع انتاو واحد الاخ راح لي الاسم انتاو موش حاضر معايا في اللحظة هذه كان نشر شهادة انتاو عنده في الموقع انتاو وكان نشرها له وما حبيت على جل باش نثيرها نثيرها بشكل اخر بالصوت والصورة حتى باش احدث ردود افعال وردود الافعال هذيك من بينها هي انتاو اخت حسين عبدالرحيم وانا هذا الشي ما درتوش هكذا كبارك من راسي كنت نحوس هو انه من خلال هذه الحوارات هو ان احدث ردود افعال وردود الافعال هذيك هي اللي تخدم المشروع جات فيما بعد هذه خط حسين عبدالرحيم وفيما بعد جواحد من الناس اللي يعرفوا حسين عبدالرحيم وفيما بعد جاءت جاءت هذه قضية انتاع عبدالحق العيدة وانتاع واسمه مدني مزرق وبدأت شوه واسمه من بعد جاءت قضية تونسي ومن بعد جاءت الامور جاءت تتسلسل جاءت تتكركب مع بعضها وجماعة يلا جاءوا يحوسوا هذاك التعب اللي كنا نحن نتعبوه فيه وهذاك كل الصهرات اللي كنا نقوموا فيها اذا انتع وطني كلها من اجل توعية الناس ومن اجل كذا جاءوا يلا حبوهم يتلمطوا على هذيك التضحيات وقالوا شي عندي سنوات وانا اشتغل في هذا الموضوع وهذا الموضوع هو موضوع الشامل يحكي عليه جميع المواضيع بما فيه من الموضوع انت ازواف ورانا تحدثنا عليه هل اذا انتع وطني لانه هو هذا الشخص لما درنا احنا هذك الحوار رحت التجارة انتعو شوفوا من الذي حدث فيما بعد بينه وبين شوشان رحت التجارة انتعو لانه هو كان يحوس يستعملوا هذا الموضوع من اجل تفرقة الجزائريين هذا عربي وهذا قبيلي انا لا عندي مشكلة مع القبيل ولا رانا نغازل فيهم هذه قناعتي الراسخة لانه القبيل من دمي ولحمي وافرق بين الشرافاء وبين العملاء كي نقبيل نحطهم انا على الراس انتاعي انا جلد انتاعي قلتها بالصوت وبالسرعة في عديد من المرات جلد انتاعي قبيلية رب يرحمها كيفاش انا نكون متنقضة مع روحي مانيش متنقضة مع روحي واش الذنب انتاعي انا واش الذنب انتاعي انا كاين بعضهم الناس يقولك انتا روح لسعودية لا روح لسعودية جزائري ابن عن جد والناس راه كيفما يقولوا اخو بن اخت راها الناس مخلطة كيفما ذوك نقولوا انتا الملح والماء راه مخلطين مع بعضهم كيفاش تجي انتا تفصل الملح على الماء متنجيمش كيفاش راح تفصلهم انتا اذي راح انساب كيفاش انتا راح ذوك اننا عاود ان نرجع لجد انتاعي والعاود ان نرجع لجد انتاعي ونقلهم لا لا ما تزوجوش انتوما يجب كل واحد يبقى أنت يجب أن تكون قبيلية وأن يجب أن يكون عربي وأنني لا يجب أن أكون منكم وأنكم في زوج لذلك يجب أن أخير أن نكون عربي هكذا سواب والله هل عنه بلس هل عنه بلس هذي رهد دماء لو كان بالفكرة هذه هالفكرة هذه انتاع أنه هذا عربي وقبيلي لو كان مقامت الثورة ناس داروا الثورة وناس ضحاوا من أجلها وناس ماتوا وناس خطموا في جمعية العلماء قادرة تكون أخطاء كي أن الظروف تحرب أملتها انتال أنا ركن موجود في غلاسكو ولا الأخران موجود في بريطانيا را عندك ظروف عيشها ألاش خليت روح كنتال حتى أنت موت ويجي ويهزوك يديوك لماذا عندك ظروف كيف ما تقرأ الأعذار نفسك تقرأ هالآخرين رجال ونساء أحرار وحرائر خدموا هذه الثورة في الجزائر وانتوا الجمعية نتاع العلماء المسلمين وكذا كانت عندهم بعض المواقف اللي إحنا الآن نرى في 2018 ما لازمش أنت تجيز وكنت في 2018 في أهد الأنترنت وفي أهد التكنولوجيا وفي أهد المواصلات وفي أهد الاتصالات وفي أهد كذا المختلفة وفي أهد العلوم المختلفة والجنتاية تقرأ لي موقف في 2018 والموقف هذا في الأربعينات وفي الثلاثينات تشوف له الظروف تعلق الحرب جزائر كانت دولة مستعمرة معنى سيادة بدون سيادة كان الدين المسيحي اللي هو عنده الكلمة وكانت المدرسة الكولونيالية هي اللي عندها الكلمة بالتالي ذو كرهم كانوا يقاوموا يقاوموا في تلك المرحلة كانوا يقاوموا وكانوا يديروا في المدارس وكانوا يبنيوا في المساجد وكانوا كذا مع ذلك كانوا ناس ينشروا في الطرقية وكانوا ناس ينشروا في الخزعبالات وكذا لكن هما كانوا يقاوموا بالإمكانيات اللي عندهم واستطاعوا هو أنه يقدموا أشياء كثيرة للجزائر اللي فيما بعد جاءوا ناس يلقاوها فيما بعد هذا مع الحزب التاع الشعب وفيما كذا وفيما كذا وفيما بعد جاءوا ناس فجروا ثورة الجين تايا في 2018 تضرب الناس هذو كامل تضرب تاريخ كامل تمسحوا وتبني انتع على قاضي حتى هذه القاضية انتع الزواف فتاع اللي درتها ما كش انتع اللي درتها قاضية انتع الزواف رأيها موجودة من 1830 تالي درتها تحب انت تستغل لهذاك الموضوع وتوظفو وصار قال ناس قال هذا مو فكر وهذا اكتشف السر الأعظم إذا كنت انت جاهل عمرك لقريتو كتاب ما لازمش تحط الناس هذو كامل جاهلة ناس هذو خدمة تضحيات انتع رجال حابت انت تطلمط عليها انت ولا غيرك اتوا لغيرك ناس صار يطعن في علامة يطعن في مفكرين صار يطعن في شهداء يطعن في رجال عظام تتلحق انت ابو مدين انتع ما تشف الرجل انتعه رجله فيه رجله ما تجيش انتعه اللي معاك كامل 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 هذو اللي كانوا معاك وكانوا يدعموا فيك وكانوا يتواصلوا معاك كانوا كامل كامل و الماء يتجف في احد يأتي في الرجل تابوا مدين الناس راحوا و قدموا الدماء و الارواحكم قالوا تهذر انت على اعلامية و انت لك تهذر عن الموتة عن ماذا تهذر انت العربي بالمهدي وتطعن انت في عبان رمضان وتطعن انت في كريم بالقاصم تطعن في منطقة كاملة تطعن في شهادة وتطعن في مفكين وتطعن في علامة وتطعن في كذا و قال انت هو هذا ميت هذا واذكروا أحاسين ما موتكم شو من ما حاسين عندك انتنا نهضر لك عليها تنشوف الفتنة الناس تدعو للوحدة تدعو للفتنة تدعو التقسيم الجزائريين العنصرية اللي كنت تمارس فيها راهوا راهوا القوانين راهوا تحرمها وأنا شخصيا في هذه الوسم تاع المشروع هذا تاع المصالحة من بين الأشياء هو احنا نحاربوها كفيش أنا نقف معاك نحاربو العنصرية كفيش أنا نقف معاك ما هو الفرق بينك وبين العنصريين هذو اللي راه من المنطق من تاع القبيل وش هو الفرق بينكم تارك عربي قال راه عنصري وهو ما راه واحد راه قبيل يراه عنصري وين راكم مدين البلاد؟ مدينها إلى محرقة ألم تكفيكم الدماء متاع تسعينات؟ وكاين نقرأ في واحد الوسم واحد من الناس اللي راهوا يستغلوا فيها أيضا هو راهوا يجي نهارتعو ويرميوه بالله هذه القضية ما كانش فاهمها انتاع المأساة احنا اللي تحدثنا عليها احنا اللي تحدثنا عليها في الإذاع انتاع واطني وتحدثنا عليها في التسجيلات المختلفة ورق تسمع فيها وانتا واحد من الناس اللي كنت دير صفحة في التاع البالطولك وكنت ماذا بك هو انو تشبد الناس حتى منكم اللي كان يتصل بيا وكان يقول لي عاطيني القائمة انتاع الناس اللي راه ما عندك في السكايب على جل باش يدير بهم وهم يشبدهم الناس باش يروحوا ليه لانو عارفين بلي نوردين خبابة ما تقدرش تستعملوه عارفين بلي نوردين خبابة ما تقدرش تماني بيوليوه لذلك تحوسوا تماني بيوليوه وناس تستعملوا العاطفة انتاعهم الان حبيتوا تستعملوا الوافاة انتاعوا من اجل كسب الناس هذوك اللي رهم كانوا معاه باش يمشوا معكم انا هني نقولها لكم بالصوت وبالصورة رقمتها عارفوني كامل والله العظيم يكون الشعب الجزائري كامل من وراه والله معنى بلي فيكم لماذا؟ لانه انا طالب حق كنت ولا زلت مؤمن بجزائر الجميع استثني فقط العائلة انتاعوا عائلة انتاعوا لانه مساكنهما ما عندهم حتى علاقة كما يقولوا في الموضوع ولا عندهم كما يقولوا ناقة ولا جمل في الموضوع نستثنيهم ولكن الان انا مانيش نتحدث بالعاطفة توفى ربي يغفر له ربي يخففه اليه ربي يرحمه انا انسان مسلم نؤمن بالقضاء والقدر ونؤمن بهذه الامور ربي يرحمه وربي يغفر له وربي ان شاء الله يكون مع العائلة انتاعوا لانه انا رفاني ايضا راه عندي عائلة انتاعوا اذا كان انتو مركم فقدتو هذا اخوكم انا راني فقدت عائلة انتاعي ثانيا راني فقدت والدية راني فقدت اقارب انتاعي وانا ايضا راني راني من لي جيت معه وتشرجعت للجزائر ومعلى بلش انا انتاعي كفشرها راح تكون لكن انا انا مرانيش نحكي عليه لانه ابن مستغانم والله ابن البلدية هذه انتاع حجاج انتو مركم خاوتي وما عندي حتى مشكلة معاكم لكن انا راني نحكي في هذه القاضية لانه هذا الشخص تم استعماله تم استغلاله وراه يجي النهار وتكتشفوا هذه الامر اذا كان بعض من الناس الان راهم يستعملوا فيه لمصالحهم لماذا لانه كان الناس يخافوا وانه الجزائريين يعرفوا الحقيقة لانه كان منهم اللي كان في جماعة مسلحة ويخشى معرفة الحقيقة بالتالي هم التفرقة بين الجزائريين لا تتخدمهم الذي يوانستخدموا معرفة الناس وهذا الشعب الجزائري يتوحد من تغييره سنستعمل ذلك بالتالي تعتقد انهم عنصرين من منطقة القبلي ننتقد انهم حين انهم اق Sung outro انهم يتبقى الجزائري يتجن اغراد وتتوحد عندما يتجنو هم هنا بالاعلام واحد عندما يؤشر ROS أولاي non-nasket unos يتض явنهم ونسب من الخلايا يتبوني كفالي ضد العنصرية ونقف أنا مع محمد الوالي كان اللي كانوا يستعملوا فيه خطر عليه عندهم حسابات وما ماذا بهم باش يضرب شخصيات باش يبانوا هما ماذا به باش يضرب منطقة باش تخدمهم هما لكن أنا ما نشمل نوع هذاك اللي هو يستعمل واحد باش يضرب واحد باش يستفاد هو أنا كنت ولا زلت أنادي بالمصالحة الوطنية الحقيقية بين الجزائريين كنت ولا زلت أنادي بمصالحة شاملة وراكم تشوفوا ان شاء الله همني راح ندير مداخلة حول الموضوع هذا انتعى الصمام وراها راح تبنلكم حقا اخرى من خلال المداخل انتعى اذا هذا محمد الوالي تم استعماله تم استعماله والصفحة انتعه الان راح في يد ناس اخرين تم استعماله هو الان مؤكد من انه توفي ربي يرحمه انا لم اكن ادفع له لانه اعتبره كان على ظلال كان يمس في علماء كان يمس في مجاهدين كان يمس في تاريخ فيه بعض الجوانب اللي ربما كان هو يتحدث فيها او الناس اللي معاه كانوا يتحدثوا فيها لا شك هو انه راه فتحة عيون بعض الناس ولكن الناس اللي جاهلين بالقضية الجزائرية ناس اللي جاهلين المعظلة الجزائرية اما انا شخصيا هذا محمد الوالي لا يساوي لي شيئا لما بدأت تتشرح هذه الامور وبدأت الناس تفهم باللي هاي القضية باللي راح فيها مؤامرة وباللي فيه ناس رام استعملوا هذه العنصرية من اجل تصفية انتعي الناس جأوا يلا قالوا واشي حبو يلسقوها في هذا الموضوع هذا ويلا يا رابطو في الامور هاي وينزقو فيها وقال واشي قالوا زواف وراهم هام هما وهاهم هما وهاهم هما مثل ما رام ناس رام يستعملوا فيه قضيان ط Aroundール الحركة كل حاجة قال ها هو الحركة ها هو الحركة أو الناس اللي رام يستعملوا في هذه القضيان تقال الارهاب وهو القعداء وستigم التصويل والطاوسك عمي المصحة مضيف صاحب نفسي و الله هذا هذا اسلامية هذا بالإحث Sutclock يستعملوا لابعرفة الصوت معرفة اللقاح وهو هذا Pure والطاوسك هذه القضية مصطلح هذا مصطلح يتم انساقه بناس رغم ذلك الناس يوزعو فيه مثلما كانوا يوزعو في التهمة هذه الارهاب صار عباسي مدني زوافي وصار جبالله زوافي حتى العائلة انتاعي صار يطعنوا في خوية خوية اللي هو واحد من الناس قبل ما يظهر هذا شوشان هذا قبل ما يظهر هذا شوشان رغم يعرفه الناس في الجزائر هذا اخوية كان ضابط في الجيش قبل ما يدخل هذا شوشان العسكر كان ضابط بالحقوق قبل ما يدخل هذا شوشان ويعرف الضباط الجنرالات قبل ما يعرفهم هذا شوشان كان المحافظة السياسية عندما كان حاكم فاصيلة لا أعرف أنه يعرف الجنرالات يعرف أنه في وقت ذلك في الجزائر في 2018 يقول لي بل هذا زوافي صار كل إنسان يتحدث قال أنت زوافي أو يخدم في الزواف وهو كذا وهو كذا لماذا؟ لأن هذه المصالحة لا تخدمهم خطر عليها كين منهم اللي تورطراني كما قلت لكم ويجي نار وتعرفهم متورطين في الدماء كين منهم اللي كان فيه جماعة مسلحة ويخشى معرفة الحقيقة وبالتالي يستعمل موضوع واحد آخر على جلبه شيطنه البغال والحمير لكن الناس اللي يعرفوا الأزمة الجزائرية حقيقة رام فاهمين أخوات من منطقة القبائل بالخصوص ما لازم لكم شطيحوا ضحايا وما لازم لكم شتسقطوا وتصيروا في هذين تاعة التعميم قال يلا هذوك ها مصار مدام راهم لكم يحسبوا فينا كامل الزواف يلا قال ننضموا الفرحات المهنية هذا هو الشي اللي يحاوسوا عليه ما لازم شتسقطوا في الفخن تاعة نحن جزائريين نحن اخوة كين عنصريين من الطرفين كين قبيل وكين عرب وكين بن مزاب وكين ينشوية وكين ينتوارق وكين كين العنصرية العنصرية راح موجودة في كل مكان والفكر الجيهوي هذا راح موجود نحن نحاوسو نحاربوه وما لازم لاش نحاربوه بظلم الآخرين هذا إنسان تم استعماله وربي يرحمه وربي يغفر له وربي يخفف إليه لأنه ربي يراها لا تخفى عليه خافية وراها الإنسان يحاسب على كل كلمة قالها ويحاسب على كل موقف التخذوه يا سعدك يا فعل الخير هاي ذكرها الصفحات انتعوا وقعدوا يحكيوا وقعدوا انفعوه انتوما وقعدوا يحكيوا عليها هو الآن ذكرها بين يدي الله الطعن في العلماء الطعن في الشهاداء الطعن في الأساتذة الطعن في المؤرخين ربي ربي يراه لما يجي حاسب إنسان يحاسبه على السيئات ويحاسبه على الحسنات لا يتزهر وزيرة وزراء أخرى مذكورة في القرآن من يعمل مثقال ذرة خير يراه ومن يعمل مثقال ذرة شر يراه راها مذكورة في القرآن ربي يحاسب الإنسان على الصغيرة وعلى الكثيرة واحد من ينفعو الكلام يا سعدك يا فعل الخير لما تدافع على هذا محمد الولي يدفع عليها على أساس على أساس أنه تضر الناس في المنطقة القبائل كين بعض من الناس اللي هم يخلطوا كين ناس عنصريين في المنطقة القبائل كيف يراهم ناس عنصريين في العرب كيف يراهم يديروا كين ناس انهم جدوا ولكن لا ليس ما يصل ايما هكذا و همش القبائل كامل هكذاك وممش العرب كامل هكذاك صحيح هو انه كينا بعض المسائل الموجودة في الجزائر وهذا يرانا تحدثنا عليها كينا الناس اللي يرانا منظرك هما مستعمرين الصناتراك او مش حتى جاء الوالي هذا بشاهدر عليها هم يعرفوه الناس انا راني كنت في السياحة نعرف بللي هذك كل المعهد هذك نتاع ابو سعادة هذك كان 95% كله من المنطقة نتاع القبائل كنا نقرأوه معهم في الثمانينات قبل ما نعرفوه هذا محمد الوالي وهذا ما اسمه نعرفوها وموش هذه خاصة بالمنطقة نتاع القبائل في وقت من الأوقات الناس اللي راهم يعرفوا تاريخ تاع الجزائر ويعرفوا فعلا المعظلة الجزائرية في الجزائر في الإذاعة وتليفزيون في وقت سابق كانوا مسيطرين عليها جمع انتاع بسكرة وانتاع اكذا هذه راهم يعرفوها وقت معطي بشير ووقت كانوا صحفيين من المنطقة نتاع بسكرة المهم من المنطقة تاع الجنوب كانوا معروفة صحيح هو انه كين ظلم صحيح هو انه كين حقرة نفس الشي في وقت من الأوقات كانوا يقولوا بالجماع انتاع البيتياس باتناه وسوقها راسه تبسع في وقت من الأوقات كانوا يقولوها اذا هذا المنطقة انتاع الجهوية موجود في الجزائر مش خاص بالمنطقة انتاع القبائل ونحن نحاوسو نعالجو هذه المشاكل نحاوسو نعالجوها اما هو انه تدفع الى حرب طاحنة اراك مسؤول هلأ كل كلمة قلتها ارانا ندفعه الى التآخي ارانا ندفعه الى التسامح انا شخصيا هذا السب اللي يسبني والكلام اللي قالوا فيه ارانا شخصيا ارانا مسامحوا ارانا مسامحوا وماني حقد عليه ولا عندي قرام انت حقد عليه ولكن ارانا كنت ضد الافكار هذه اللي هو كان يعمل لهذه القضية العنصرية كنت ضده وهو حي وراني الآن ضده هو ميت وضد اي انسان راه ورايح هو فيما بعد يكون لا روليف انتا محمد الوالي هذا سواء من الاصدقاء انتاعوا او من العائلة انتاعوا او من هذا الناس اللي راه كانوا يأكلوا بالشوك بفموه بيده كان منهم اللي ربما احتى مؤرخين قال واحد مؤرخ والله راه يبحث له والله ديك ويبحث له معلومات السيد كان حسب المعلومات اللي عندنا كان في البيولوجيا وكان يخدم في مانيش عارف انا عند واحد باكستاني والله وكان يخدم في الامر تا البينا ورانا نعرفه ورانا نعرفه ورانا نعرفه هذه المسائل هذه اذا الاخوة والاخوات هذه المدخل انتاعي باختصار فيما يتعلق بالموضوع هذا انتاع محمد الوالي شخص هذا راه اتصل بي في وقت سابق كما قلت لكم وكان يتمنى على جلبه انا نتحدث معه بالهاتف اعطالي رقم الهاتف انتاعه وانا ما اتصلش به ما اتصلش به وفيما بعد كما قلت لكم هو ادخل معه شوشان وركم امتبعته بعض الوسمو وركم شفتوه مؤخرا كيفاش هو دار عليه شوشان وصار يسمى فيه بالساميري ركم شفتوه وشفتوه واشوالي يقول عليه على شوشان يعتقد من انه انا راني ننتقد فيه لانه هو راه معه شوشان شوشان انا اللي كنت نهضر معه هو راه وعرفو عن طريقي اذا الاخوة والاخوات انا هذا اسمه هذا محمد الولي لا يعني لي شيئا انا اللي كنت نتحدث نتحدث في هذا الامر انتاع المصالحة وكان اي انسان كنت اقول لكم لازم نعزلو رؤوس الفتنة وراه نقل انا بين يدي الله انا قلت نسأل ربي على جلبه باش يغفر له باش يخفف عليه لانه وراه الحمل انتاعه ثقيل والناس اللي رام يدفع عليه كملوا في الطريق انتاعكم انا شخصيا قلوا وش حبيته عليا قلوا وش حبيته هذا الانسان اللي يطعن في علماء ويطعن في مفكرين ويطعن في شهاداء ويطعن في تاريخ انتاع امه ويداعي ويزعو من انه راه افاق امه وراه كشف سر عظيم وراه وكذا وراه وكذا ويجي هو ينتظر مني انا على جلبه انا نقف معاه وكذا وكذا هو يظلي في الناس هو تاريخ كامل حب ينسفوه وحب يدير روحه باللي يراه وكذا وروحه يديره الوستاتوي في البلدية تنتقدوا في الناس قال هذا ولد الدشرة على ايتحمد ايتحمد اللي هو كان مناظل 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 في وقت انتاع حزب الشعب ايتحمد اللي يخدم وتعب وزموه نتفق معاه ونختلف معاه كامل كريم بالقاسم خدم راح انت تنفي انت النظال كريم بالقاسم والله عبرنا رمضان والله اي واحد منهم وهذا الكلام اللي راني نقول فيه هو ايمان وقناعه ماشي قال راني نغازل فيه والله ننتقده ولكن لا اقصيه ننتقد ايتحمد ننتقد عبان رمضان ننتقد اي واحد اسمه ننتقده ماشي ننتقده في شخصه ننتقد قال مثلا هذيك الافكار او الاسلوب او السياسة اللي تبعها ولكن ما نقصيهش الجزائر اللي انا نؤمن بها نتاع الجميع بما فيها محمد الوالي راني ننتقد ماشي نقصيه ننتقد فيها قال هذا الاسلوب انتاعك خاطئ لانه هذا راه كان راه يؤدي الى مواجهة بين الجزائريين مواجهة وكان يؤدي الى محرقة وش الشي اللي الان ذوك صار بعد ما كان هذا القيت صالح كان يصور فيه سي فاكس ومن بعد الان صار بائع الخرفان كان يقوله بائع الخرفان لماذا؟ علش هو غير الموقف انتاع ولماذا؟ لانه اقتنع باللي كان يتبع في الريح وصار ينتقد فيه شوشان وصار يقول فيه اكلام كبير بعد ما كان كذا وكذا وكذا لماذا؟ لانه قطعونه هذك المعلومات كانوا يعطونه معلومات يسربونه معلومات لما قطعوها عليه خلاص صار كما الاعمال المهم فيما يتعلق بالوفاة انتاعه نحن نؤمن بالقضاء والقدر ولكن انا شخصيا غير مقتنع بالكلام اللي قالوه عليه انا هكذا من رأيي هكذا هو انه تم استهدافه حتى اذا كان راهما مات بالقنطان انتاعه يعني الناس اللي راهما كانوا حواليه راهما اكم تعرفوا الاسماء انتاعهم ما نظرش ان نسميلكم به واللي كانوا يتواصلوا معاه ممكن راهما هما عجلوا بالوفاة انتاعه هذه المهم انا بالنسبة لي هذا محمد الوالي وضع احد للحياة انتاعه بطبيعة الحالة انا ما راني شرح النبع اللي انتاعه او اذا كان هما حبوهما يفتحوا تحقيق او يطلبوا من السلطات الجزائرية علاج الباشهما يشرحوا الجثة انتاعهم من حقهم قال احنا اراها بنا هذا راه مستهدف ومن حقهم بشي اسمه ولكن اعتقد اعتقد من انه هو راهما خلحته اعد يدفع عليه الناس اللي راهما يدفعوا لهذا مجرد ذراطين يعني راهما في الفيسبوك مجرد ذراطين برك سيتو هذا ما كان مجمع اللي كان هو يطب لهم هما راهوا وراها عمار سعداني وراها وراها كذا وراها كذا هما راه هو القيد صالح نفس الشي هراها هو الطريقة تاعه وراه وجاي وستتأكدون يوما من الظراط اللي كنتوا تتبعوا فيه تتبعوا في الريح مع ذراع لا استعمال بعض المصطلحات ولكن هذه هي باش تتأكدوا من انه هذ الناس راه امكانوا يبيعو لكم في الاوهام خطر اليه هذا الانسان اللي هو يعول على الاشخاص ما عنده احتمانا ما ينفع غير صح كنا ولازلنا ندعوكم الى مشروع مجتمع جديد اي انسان واحد اخر اراه يستغل في قضية من القضايا كل هذا المشروع انتع المصالحة يخيفه خطر عارفين لو كان الناس تتوحد هذا عربي وهذا قبيلي وتتوحد الناس حول مشروع وحول كذا هما راح التجارة تحمل راحيني راح تروحوا وراحين يتعرّوا ولذلك هما اراهم قال هاو كما كان وسموه انت ما تمشيش معه انتارك زوافي ولا اخر انت ما تمشيش معه اراك حركي وراك تخدم مع فرنسا هذي هي هذي القضية نحن لم نقول لكم هذا لكن اما ذاك نحن راح نقول لكم ارواحوا نتلقاوا باش نخدموا مع بعضانا جزائرين كامل عربي قبيلي كذا من بعد نقدموا الاكفاء نقدموا الرجال اللي هما في المستوى ونخدموا مع بعضانا من اجل رفاعة الجزائر ونخليوا الاشياء لولادنا والولاد ولادنا اما الناس يكم تتبعوا فيهم تتبعوا تتبعوا على رواحكم اراه عندكم مطلق الوقت وراكم تتأكدوا يوم في يوم اراه نفسه هذا محمد الولي اراه تأكد باللي كان يتبع في الريح او تأكد بنفسه اراه كان يتبع في الريح وفيما بعد اراه الموقف انتاعوا الاخير او اشي هو ابقى هو الى اخر يوم هو مستعمل هذا المصطلح هذا ومستعمل هذه العقيدة اللي هو امن بها الله يسهل عليها ذكره امام ربي انا كنت ضد الاسلوب انتاعوا تهجمي على شخصيات وعلى دعاات وعلى كذا ولا زلت الى اليوم وراني ضد اي شخص يستعمل هذه المسائل هذا واسمه محمد تاملت نفس الشي لكن هذا راه وهذا كتا رأيت علجات انسان مجاهد وانسان خدم في الثورة وانسان كذا وانسان كذا وانسان خدم في الدعوة حفظ ناس في القرآن وكان حتى بعض المجاهدين مجاهدين من الناس اللي صاروا قادة كانوا يقرأوا عنده وكان كذا يأتي هو يجيها flavor وكان قلا بخير علماء علماء يقل ان لك بالي هذا النور يخدمون به الزواف وه ن colonial إنسان يحافظ القرآن كان يقرأوا فىالأزهر وبايلة وكان يدير فى المصانع وكان يدير فى الجامعات والجامعات اللي يخدم فيها lassen الصحول هو يلم وشخصيات اخرى شخصيات اخرى تاريخ كامل تحطه انت وبعد يقول انت عليش تهضر عليه المهم الله يسهل عليكم انا راني اعطيتكم الوجه انت عن نظرتاي قول وش حبيته انا بالنسبة لي هذا انسان جاهل لا يعرف التاريخ انتع الجزائر ولو كان يعرف التاريخ انتع الجزائر ما يعطرش الهضر اللي كان يهضر فيها استعملوا هذا المصطلح هذا انتع الزوف و انا راني تحدثت عليه بطريقة غير مباشرة انتع confirma كتابا عن المصالح الجزائرية لماذا . المصالح الجزائري قبل انتظار هذه الاقتراو احترق بeous المصطلح و اتوقع اعط Stack الاقتراو تاع الجزائر وجيت بشكل منهجي هاي كيفا هاي كيفا قضية تاع البلويت القضية انتاع بلونيس القضية انتاع كذا وجيت 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 معاها وعطيت للمرجع انتاع واحد يقول له محمد بجاوي حتى باش ندفع الناس باش تروح تقرع وتعرف شكون هما هذالناس هذو هما يجيوك الان هما اللي داروا هما اللي وسهوا هما اللي كذا تبعوا المهم تبعوا الرح هذه باختصار كلمتي ان اصبت فمن الله وان اخطأت فمن نفسي ومن الشيطان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته